عن الكرة طب الكرة الجديدة بقى اللي هتلعب بقى الفاينال يوم الاثنين فروس صلاح في الدار البيضة جاب الكرة الجديدة نشوفه كل التحية لكل مشاهدين مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الآلي في كل مكان في بادرة من الاتحاد الافريقي لكرة القدم طبعا تم تخصيص هذه الكرة اللي هيلعب بيها نهاية دور أبطال افريقيا المباراة التي تجمع مبيين الآلي والوداد يوم الاثنين القادم على مركب محمد الخامس بادرة جديدة من الاتحاد الافريقي بتخصيص كرة جديدة لهذه المباراة اليوم تم تسليم النادي الآلي 10 كرات وأيضا نادي الوداد 10 كرات لأداء التدريبات طبعا وتعودوا اللي عادين على هذه الكرة الكرة بتضم مزيج من الألوان اللي يعتزاز بالقرة السمراء الأصفر والأخضر والأبيض أيضا لون الأسود بتقسم إلى 14 مسلس كل مسلس بيحمل الرسم أو شكل البياني أو الهندسي للقرة الأفريقية السمراء أيضا وزن الكرة 430 جرام وطبعا الوزن الطبيعي أو الوزن القانوني لكرة القادم الرسمي هو ما بين 410 إلى 450 أيضا استحداث سوي كل مسلس بيخيط باستخدام الأمر اليدوي أو أن نقدر نقول أمور خاصة بالجودة أو علامة الجودة من الاتحاد الدولي لكرة القادم طبعا ده بالتنسيق ما بين الاتحاد الافريقي لكرة القادم وأيضا الشركة الرائعة فيها مزيج من الألوان بيدل طبعا على اعتزازنا زي ما قلنا بالقرة السمراء إن شاء الله يوم يكون موفق ويكون كرة يعني إن شاء الله والشاحل وعلى جباهير النادي الألي وعلى العاب النادي الألي تكون بمشيئة الله كرة التتويج إن شاء الله بالبطولة الحديثة عشر بإذن الله يعني بمناسبة الكرة اللي هيتلاقي بها المباراة هو إحنا في مصر والدولة تساعد الصناعات محدش كده مستثمر يفكر يعمل مصنع للكور دي تجارة يصدرها بقى لكل الدنيا تجارة هيلة جدا عندنا لا ما فيش الحاجات الأوفيشيال اللي تقدر تقول صنعت في مصر محمود المخبازي يبدو إنه بقى تاجر ويقول لك لا فيه في مصر مين يعني بيتلعب بها حاجات رسمية بخبازي جيب لي واحدة تقدمتوا لسه لا لسه طيما هو ده يبقى كويس إنه إحنا حانا مش بس دي الأدوات الرياضية بشكل عام أستاذ برأي صناعة الأدوات الرياضية بص الكرة عاملة إزاي إيه المشكلة يعني طيب على فكرة يا جماعة بقى بمناسبة الكرة خلينا نقول أطراف المسألة كلها بعد الكرة الحكم الاتحاد الأفريقي برضو ده جزء من موقف النادي الأهلي لأنه النادي الأهلي لما تكلم تكلم إنه من مطالبه للاتحاد الأفريقي توفير تحكيم عادل من حكام زاوي كفاءة عالية مشهود لهم بالكفاءة العالية ولم يسبق إدانتهم أو لومهم أو وقوعهم في أخطاء مؤسرة في مباريات أدروها والتقارير واضحة وفاهمة وبينة وظهرة فكان الاتحاد الأفريقي استجاب وعين طاقم تحكيم على أعلى مستوى بقيادة الجنوب الأفريقي فيكتور جوميز والمساعد الأول زاخيل زوسي سيولا من جنوب أفريقيا والمساعد الثاني سورو باتسوان من لسوتو الحكم الرابع أيضا من جنوب أفريقيا هيلدر مارتينيز على الفيديو الأسيوبي بملك تسيمة والمساعد بتاعه السوداني محمد عبدالله والمساعد الثاني في الفيديو هي تمقيرات التونسي وابراهيم سنجاري منسق عام للمباراة